في نفس اللحظة في رأيي حسيته أنه حبي يشوت يسدد وحبي يوزع والكرة تمشي خطيرة وفريق ليفانتي ممكن يباغت ممكن جول 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 والهدف الأول ليفانتي الهدف الأول ليفانتي نصف ساعة نصف ساعة وميتشل ميتشل لذك المدريديين بمارتين ديل كامبو ميتشل جونزالس رقم ثمانية في وسط ملعب الريال يسجل هدف ليفانتي وممكن تبدأ تغييرات تغييرات بإقحام الجالاكتيوس للمدرب مورينا إذن ميتشل الريرو ميتشل الريرو تقريبا 10-15 عنصر فقط مشجع من أوشاك ليفانتي يسندون الفريق في رحلتي الصعبة إلى مادريد هنا الكورن العرضية هنا سورة مركز المدافعين القادم من الخلف ياخد كورن ممتازة من رياض يدرب كورن قدام ميتشل هو جول لنادي ليفانتي سفر ريال مادريد واحد ليفانتي في سانتياغو بيرنبيو باش يقلب على الوجه الثاني مونوة ما يقدر لهاش مونوة ما يشدهاش مونوة ما يمسكهاش والتعادل يعود للملكي نادي الريال في الهدف الثاني عشر الموسمي للأرجنتيني هنا التوزيعة هنا الكروس شوف اشي يعمل هدف الويكان قبل مباراة ستلعب قبل مباراة ستلعب هدف الأسبوع هدف الأسبوع في الليجة شابل عونسو رايع 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 يذكرني بهدف ساجلو كارين بنزيم العام الماضي في كل مكان وكاكب امتياز يمشي ريكاردو ريكاردو يعمل على نفسه يستنى موساندة تجي على المين تدخل على اليسار راكل الجزاء للمرنج الريال مادريد يا ريتو مجاة هدف ميتشيل معرفت السيناريو وقريت الكورة والصورة أنه هذا الهدف اللي يسجلو لفانتي جعل الريال يقلب عن وجه الثاني ولما يقلب المادريد على وجه الثاني أسطر يا سطار يا مانع الأختار يا كاتب حسن الأقدار ترجع كورة لخطة خطة في اعتبار الأمسة ولمسة باعتبار تقدير الحكم راكل الجزاء وراكل الجزاء من أجل الثين واحد مادريد في غياب رونالدو يتواجد كاكا دعوات البيت دعوات الشعب الأبيض شعب الملكي لهدفا ثاني ودعوات لفانتي لفصح هدف تمشي كورة وكول جولد المادريد الهدف الثاني الهدف الثاني من ريكاردو كاكا الريكاردو يسجل من جديد أهل برازيلي يسجل ثاني الهدف الريال استنى هدف لفانتي ليعمل الرياكشن لفانتي بهدفه حرك النحل وخلية النحل الريال اشتغل الريال تسرع اللعب وفي تسريع اللعب وفي تكوية الإيقاع فريق لفانتي يستسلم والريال يعبر لبر الأمان اثنين واحد بالثاني هدف في الليجة كاكا على السار ومونو ويمشي مين وفي النتيجة اثنين الريال مرينجي مادريل عن خلال ارجنتيني يعطي باس بطريقة فنية يا ولدي يا جونزالو يا ولدي يا جونزالو وكورا رونالدو ورونالدو غولاثو 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 دي كريستيانو رونالدو يمدل لحهم يمشخ لهم رونالدو الكبير يسجل ثلاث الهدف هدفه رقم تسعة وعشرين والثاني هدفه فقط في الربع الساعة الأخير في المباريات في الليجة في هذا الموصب الكل يهلل الدون الكل يساند الدون الكل يستمتع بعروض رونالدو الهدف الثالث من رونالدو وراء ممتاز شوف دي مريح شوف الباس شوف الشي يعمل جونزالو شوف الدور متاعي جويين شوف التمركز متاع الهداف حاسة الهدافين شم الهدافين الهداف الشمام رونالدو يحطها في القول ما يمكنش هذه المرة عذرا على عدم إمكانية الاتصال يا مونوة مش ممكن يتصدينه مش ممكن ينقذ هدى بأذي طريقة من ساقة ديناميت البرتغالي والربع شايد عن طريق دي مريح دي مريح رونالدو رونالدو الربعية الربعية المادريدية الربعية الملكية الشو المادريدي الكرنفال الملكي الفستيفال الأبيض العنوان تعلق الريال في الشوط الثاني الهدف الرابع لكتيبة جوزي مورينو هدف رابع ولا بالأحلام هدف من مسعود وزيل في خامس هدافه بالليجة كورة جماعية واحدة اثنين واحدة اثنين الثالثة رونالدو رونالدو يعطي باس وزيل في الشبكة والحكاية الرابع الهداف للنادي الملكي 4-1 للريال 4-1 للمادريد دي ماريا ممتاز رونالدو يعمل الفرق أوزيل يدخل مركز ويعطي الإضافة والبلوس وغونزالو جوين ماتش كبير والريال يواصل دي ماريا خطيرة الخمسية دي ماريا دي ماريا والخمسية دي ماريا والخمسية دي ماريا والخمسية الكيد البلانكو الخامس لمادريد الخامس للريال مادريد الخامس عن طريق أوزيل دي ماريا يعمل اللي يحب أوزيل يصنع الثنائية والريال يهزم ليفانتي بخمسية هذه صورة الهدف هذه صورة الهدف بدأها أوزيل وين هيها هي بدأها أوزيل وين هيها شوف الباس شوف دي ماريا ملا مراوض ملا مراوض ملا دريبلر يعمل اللي يحب في مسافة ذيقة في كسمة يعمل اللي يحب ويراوض زوزه ثلاثة مدافعين يرجح أوزيل أوزيل في القول ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر